في إطار متابعتنا لفعليات قمة المنقب 27 كان للزميل يوسف عبدين هذا اللقاء مع سعيد حمد الصارمي رئيس الفريق التفاوضي للمناخ بسلطنة عمان مشاهدين الكرام يتجدد اللقاء مع حضراتكم وتغطتنا المستمرة لهذه القمة العالمية لتغير المناخ كوب 27 من هنا من على أرض السلام مدينة شرم الشيخ ويسعدنا في هذا الإطار أن نرحب بضيفنا الأستاذ سعيد حمد الصارمي رئيس الفريق التفاوضي بسلطنة عمان أستاذ سعيد أهلا ومرحبا بك في مصر وعبر شاشة التلفزيون المصري مرحبا بكم وشكرا على التلفزيون المصري على هذه الاستضافة أستاذ سعيد من قمة باريس مرورا بمؤتمر جلاسكو وصولا إلى مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 يعني ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها للمضي قدما في مسألة التصدي لتغير المناخ بسم الله الرحمن الرحيم الخطوات حقيقة كبيرة وواضحة لابد بداية من أن الدول العالم تصل في معدل خفض الانبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى مستويات كبيرة تصل إلى النصف على الأقل في عام 2030 ونصل إلى الحياد الكربوني في عام 2050 للأسف مدى الالتزام بهذه المعدلات الخفض غير متحققة إلى الآن ما زالت الكثير ليعمل في مجال خفض الانبعاثات في مجال التكيف مع التغيرات المناخية لأن درجات الحرارة ما زالت مستمرة في الصعود وهناك تقلبات كثيرة في معدلات هطول الأمطار وزيادة الحالات المتطرفة خذ على سبيل المثال زيادة معدلات وحدة الأعاصير المدارية في بحر العرب التي تؤثر على سلطنة عمان وعلى جمهورية اليمن هذا فقط بعض مثال بسيط مما نشهده من تغيرات في العقد الأخير وهنا أسأل الأستاذ سعيد عن كيف تتعامل الدول العربية مع تأثيرات التغير المناخي الدول العربية بقيادة جامعة الدول العربية هناك ملف خاص وهناك مجموعة خاصة ولجنة خاصة تهتم بمشأن التغير المناخي أيضا في تعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأسكوة التي هي مهتمة بعمل دراسات دقيقة تكشف من خلالها معدلات الحرارة وتزايدها وما هي طبيعة التغيرات التي من المتوقع أنها تحصل في المستقبل مش فقط الأمور العلمية ولكن أيضا كيف نتكيف مع هذه التغيرات من خلال عدة حلول مطروحة هذه الحلول تعالج مشاكل المياه طبعا في نقص حاد في المياه مشاكل الزراعة المرتبطة أيضا بالمياه ومشاكل الصحة ومشاكل تعلق حتى في البنى التحتية الفترة الماضية كان في زيادة في معدلات الهطول الأودية والسيول وهذا أدى إلى دخول والسيول في الكثير من المنازل وتضرر الناس والكثير من الخسائر الاقتصادية كيف ترى سلطنة عمان مسألة الموائمة ما بين الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم الآن وضرورة وفاء الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها بالتمويل لهذه الدول النمية التي تتضرر أكثر مما تتسبب في مشاكل تغير المناخ سؤال مهم ومقدمة جميلة منك أخي الكريم فعلا الآن المشكلة الجيوسياسية التي حصلة الآن بين روسيا وأكرانيا وأدى إلى أزمة الطاقة في أوروبا أدى ذلك إلى تراجع حقيقة التزامات الكثير من الدول الأوروبية كون أنهم الآن عندهم أولوية لهو توفير الطاقة اللازمة خصوصا نحن على أعتافة الشتاء فبدت الأمور نوعا ما ترجع إلى أن الدول الأوروبية تعود على الفحم وتعود إلى الوقود الإحفوري الذي كان في اتفاق جلازغو صار الاتفاق أنه ينهى من أنه يتعامل معه كمصدر لإنتاج الطاقة هناك كثير حقيقة من الإشكاليات لكن فعلا الأوضاع الجيوسياسية تؤثر على مدى الالتزام بمعدلات الخفض ذكرت أيضا موضوع التمويل الدول الصناعية وعدت الدول النامية بتمويل 100 مليون دولار 100 بليون بليون دولار من عام 2020 هذا للأسف لم يتحقق وما زلنا الآن نتفاوض في هدف عالمي جديد للتمويل فمفاوضات وراء مفاوضات ولكن إلى الآن لا نرى الكثير على أرض الواقع الدول الصناعية الكبرى ربما تتهم المهتمون بالبيئة والمناخ تحديدا بأنهم يعرقلون التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية على الواقع الآخر المهتمون بالبيئة يتهمون الكينات الصناعية الكبرى بأنها هي السبب فيما وصلت إليه الأرض كيف يمكن قراءة هذا المشهد؟ والله طبعا هذا واقع الدول الصناعية استفادت من مصانعها وأدت هذه الاستفادة إلى انبعاث الكثير من غازات الاحتباس الحراري وبالتالي أدى إلى ما يعرف به العامل البشري في تغير المناخ لكن في الوقت نفسه الدول النامية لها حق في النمو وهذا النمو أيضا لن يتحقق إلا بمزيد من الانبعاثات لذلك ما زال الطرح قائم في كيف يمكن للدول النامية أن تستفيد من حقها في التنمية وفي نفس الوقت نحافظ كمجتمع دولي على حجم الانبعاثات هذا لابد أيضا نرجع إلى موضوع التمويل وموضوع ما يعرف به وسائل التنفيذ من تكنولوجيا ومن تدريب وتأهيل وتوفير التمويل التي لم تفي الدول الصناعية بتوفيرها إذا كنا جاء الدين لابد أن الدول الصناعية تفي بهذه الالتزامات من أجل يكون الحل مشترك وعام ولا ندع أحد من الدول العالم في الخلف يعني بدون مراعاه لظروفها الوطنية أخيرا أستاذ سعيد توقعاتك لما ستسفر عنه قمة شرم الشيخ والعالم كله تتجى أنظاره نحو هذه القمة باعتبارها المنقذ لشبح غضب الأرض اللهي أنا أول شيء أنا أبارك لجمهورية مصر العربية احتضان هذا المحفل الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة تغير المناخ حقيقة هذا التنظيم الرائع وهذا الاستقبال والحفاوة في الاستقبال يعني شيء يفتخر فيه ونفتخر فيه إحنا كدول عربية بجهود جمهورية مصر العربية وحقيقة هناك الكثير من الأجندة مطروحة في تفاؤل فيما يتعلق بالمواضيع المتعلقة بالتكيف وهذا اللي يهمنا احنا كدول نامية احنا لسنا متسببين في ظاهرة تغير المناخي المتسبب هم الدول الصناعية احنا مقدار الانبعاثات عندنا في الدول العربية بسيط جدا ولا يكاد يذكر لذلك مطالبنا أننا لا نريد أن تتحمل الدول العربية أي التزامات إضافية وإنما يجب الوفاء بعهود الدول الصناعية ويكون فيه جدية في حل الأزمة هذه الأثاث سعيد حمد الصاريمي رئيس الفريقة تفاوضي بسلطنة عمان شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء حياكم والله موفقين إن شاء الله